مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح ونرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا لأنه في نوع من الرد على أحد الدعاة الذين يطعنون في الكتاب المقدس وعش كده اخترت موضوع اليوم أو عنوان حلقة اليوم هو الداعية الذي فقد عقله الداعية الذي فقد عقله وأنا بتخيل أنه كل يوم بيصحى صبح يقول إزاي أنا أدور على حاجة في الكتاب المقدس هنا ولا هنا ولا في الكنيسة ولا في الأسوس أن أنا أطعن بيها في الكتاب المقدس وإحنا طبعا ما عندناش أي مشكلة أن أنت تطعن في الكتاب المقدس ما عندناش أي مشكلة أنت تحط شكوك كلها لكن إيه اللي خلاني أختار العنوان ده يعني أنا مش بتحكم عليه ولا أريد أن أتحكم على هذا الداعية لكن إيه اللي خلاني أختار هذا العنوان الداعية الذي فقد عقله اللي خلاني أختار هذا العنوان هو فيديو أرسله لي أحد الأحباء لهذا الداعية تحت عنوان يا مسيحيين أين عقولكم يا مسيحيين أين عقولكم وكأنه بيصف المسيحيين بأنهم غير عاقلين وغير مفكرين وأناس منصاقين وراء خزعبلات وراء قصص وهمية وراء خرافات وهو بقى صاحب الفكر المستنير والعلامة الذي يعني لم يأتي مثله فهو موجه الفيديو للمسيحيين ويقول لهم يا مسيحيين أين عقولكم وعلى أساس هذا أنا اخترت فيديو النهاردة وحطيت عنوان لهذه الحلقة الداعية الذي فقد عقله ليه؟ لأنه لما بصيت للفيديو أساساً اللي هو كاتب عنوانه يا مسيحيين أين عقولكم؟ أنا شخصياً ضحكت وأدركت إلى أي مدى هذا الشخص وهذا الدعية هو مجرد من جوه فارغ وما عندهش أي دراية لا بالكتاب المؤدس ولا بمحتوى ولا بما يسبق ما يتكلم عنه وبما يلحق ما يتكلم عنه وهو خد قصة كده لوحدها دون أن يفهم ما قبلها وما بعدها وعلشان يهاجم بس بيها الإيمان المسيحي ويطعن في وحي ومصدقية الكتاب المقدس طيب إيه القصة اللي هو خد عنوانها ويكلم عنها وحط عنوان للفيديو يا مسيحيين أين عقولكم؟ هي قصة لإسحاق ويعقوب ورفقة وعيسو ومسكورة في صفر التكوين وأصحاح 27 لكن قبل ما نتكلم عن هذه القصة وعن أحداثها وعن أبعدها وعن إزاي هو ما فهمهاش ولا فيهم ما قبلها ولا فيهم ما بعدها وجاي بس يطعن في مصداقيتها ويتهم المسيحيين بأنهم لا يستخدمون عقولهم مع أن الساعة اللي لبسها مخترعها مسيحي والتلفزيون اللي بيطلع منه مخترعينه الكفار والكاميرا اللي بيطلع منها مخترعينها الكفار وكل هذه الأشياء حتى العربية وغيره مخترعينها الكفار لكنه جاي بس يتهكم على المسيحيين ويتهم المسيحيين الذين يؤمنون بالكتاب المؤدس وبمصداقية الكتاب المؤدس ويتهمهم بأنهم بلا عقول وعشان كده أنا حطيت هذا العنوان الداعية الذي فقد عقله خلونا نشوف الفيديو الأولاني لأنه جزء من المقدمة اللي بيقدمها هو قبل ما يتكلم عن تكويد 27 السلام عليكم موضوع تحريف الكتاب المقدس من أكثر الموضوعات التي يحدث فيها نقاشات بين المسلمين واليهود والمسيحيين ممكن نقف هنا؟ فيديو اليوم إن شاء الله سنقرأ في قصة من قصة نقف هنا أول حاجة أول كذبة بيقولها أنه موضوع تحريف الكتاب المقدس هو من أكثر الموضوعات نقاشا واختلافا ما بين اليهود وما بين المسيحيين وما بين الإسلام وأنا عايز أقول أنه لا اليهود اختلفوا مع المسيحيين ولا المسيحيين اختلفوا مع اليهود أساس المشكلة كلها هو الإسلام أساس المشكلة من أول ما ظهر الإسلام وبدأت المشاكل كلها تظهر لأنه هو ضد اليهود وضد المسيحيين ولأنه يكره اليهود ويكره المسيحيين ولأنه أخطأ الكرآن أخطأ في أشياء كثيرة تاريخية يؤمن بيها اليهود وأشياء كثيرة تاريخية يؤمن بيها المسيحيين فابتدأ يطعن فيه مصداقية من أتى من قبله من التوراة أو العهد الأديم والعهد الجديد بنسبالنا إحنا كمسيحيين نحن لا نختلف مع اليهود ما عندنا أي اختلاف ولم يكن أبدا موضوع تحريف الكتار مؤدس العهد الأديم موضوع للنقاش ما بين المسيحيين وما بين اليهود لأن الإيمان المسيحي قبل العهد القديم كما يؤمن به اليهود التسعة وتلاتين سفر الذي يؤمن بهم اليهود قبلهم المسيحيين كجزء من الوحي المقدس وكجزء من إعلان الله والكامل الذي أعلنه خلال تاريخ الأمة اليهودية من التكوين إلى ملاخي فإحنا كمسيحيين ما عندناش أبدا خلاف مع اليهود واليهودي كمان بيقبل أصفار المقدسة وبيؤمن بها وما عندهش أبدا أي اختلاف في الإيمان بالتسعة وتلاتين سفر اللي هي مضمون العهد الأديم فاليهودي بيقبل العهد الأديم كما هو والمسيح بيقبل العهد الأديم وبيقبل العهد الجديد نقطة الخلاف لم تكن بين اليهود والمسيحيين نقطة الخلاف أتت من الإسلام واليهود والمسيحيين يعني اليهود والمسيحيين في معسكر والإسلام في معسكر آخر جيلنا كده من كوكب آخر باتهمات لم يكن هو أساسا شاهد ولم يرى أحداث ولم يعيش هذه الأحداث ويطعن في أحداث تاريخية قد ثبت حدوثها تاريخيا سواء في العهد الأديم أو في العهد الجديد غير لنا أسماء غير لنا أماكن غير لنا مجرات أحداث غير لنا وأدم لنا أشياء بحسب هواء هواء الشخصي كرآني كويس الروايات الكرآنية وبعدين يجي يقولك آه بدا منتو مختلفين معايا يبقى أنتو اللي غلط يعني خلي عندك دم شوية ده أنت جاي متأخر ستمائة سنة ده أنت معيشتش هذه الأحداث وشاهد لم تشهد شيء لكن إزاي إزاي لا لازم هو اللي يبقى صح وده المبدأ اللي مبني عليه فكرة التحريف والإدعاء بتحريف الكتاب المؤدس أنه إذا اختلفت رواية في تفاصيلها مذكورة في القرآن ومذكورة في الكتاب المؤدس لكن بينهما اختلافات في التفاصيل يكون القرآن هو الصادق والكتاب المؤدس هو المحرف تمت الديني دليل ولا برهان زي ما قلت قبل كده إيه الدليل على أنه المسيح لم يصلب كلها إدعاء كيزب مبني على أربع أو خمس كلمات كويس لكنه أربعين في المية من مضمون الأربع أنا جيل بيتكلم عن الإسبوع الأخير بالمكان والزمان والأشخاص والأحداث والتفاصيل الكثيرة جدا لكنه يخاف يذكر شاهد ويخاف يذكر حدث ويخاف يذكر تفاصيل لكنه كل اللي يعمله هو أنه ينفي في عبارة واحدة حدوث الحدث ويتهمنا نحن بالتحريف بيس فالعبارة الأولانية اللي بيقولها أول جملة بيقولها في الفيديو هي عبارة عن كذبة كبيرة جدا طيب نسمع بقية الفيديو لأنه مليان كله أشياء هنتكلم عنها النهاردة بين المسلمين واليهود والمسيحيين فيديو اليوم إن شاء الله سنقرأ في قصة من قصص الكتاب المقدس من هذا الكتاب هذه القصة يؤمن اليهود والمسيحيون أنها قصة حقيقية مكتوبة بالوحي مكتوبة بالروح القدس رغم أن أي إنسان عاقل يقرأ القصة سيعرف بوضوح أنها لا يمكن أن تكون حقيقية لأنها قصة غير محموكة بأي طريقة جاءنا العلامة فلتت زمانه الذي لم يأتي مثله من قبل علشان يقول لنا على قصة يؤمن بيها اليهود كويس في العهد الأديم ونؤمن بيها نحن المسيحيين أيضا كجزء من الوحي في العهد الأديم جاي يقول لنا نهاردة إنه هذه القصة هي قصة غير حقيقية وإزاي أنتم بتؤمنوا بيها قصة بقالها أكتر من أربع تلاف سنة قصة مهمة وحادث مهم جاي لنا النهاردة فلتت زمانه علشان يقول لنا أنتم غير عاقلين وغير مفكرين لأنكم بتؤمنوا بهذه القصة هذه القصة هي قصة خداع يعقوب لإسحاق لكي ما يأخذ منه البركة طيب نشوف الفيديو التالت لأن الفيديو التالت هو هيبدأ بيكلم عن الجزء دوا القصة ديا وأنا حكي عن تفاصيلها بعد الفيديو هنا إسحاق بيبارك مين؟ المفروض إنه بيبارك عيسو لكن يعقوب كان متنكر وعامل نفسه عيسو فهل سيصبح عيسو مباركا؟ ولا كما أن يعقوب خدع إسحاق فهو أيضا خدع الله وجعل المباركة من نصيبه بدلا من أن تكون من نصيب عيسو كما قصد يعقوب مش عاوز أعلق بتعليق ساخر عشان محدش يزعل طيب أولا هو أول فهم خاطئ بيفهمه أنه أرى بس أصحاح 27 ولم يقرأ الأصحاحات السابقة لـ 27 ولم يقرأ الأصحاحات اللاحقة لـ 27 هو أخذ القصة كده من الكتاب مؤدس دون أن يفهم ما قبل ودون أن يفهم ما بعد وقال لنا أن القصة دي هي مش بس خداع ليعقوب لكنها أيضا خداع لله وكأن الله لم يكن في قصده أن يبارك يعقوب ولم يكن الله في قصده أن يكون يعقوب هو المختار لكيما يحمل بركة إبراهيم وبركة إسحاق فلما عمل يعقوب هذه الخدعة هو خدع الله نفسه كويس وربنا مسكين ما كانش يعني واخد باله فالبركة اللي أصدها لعيسو راحت على طول إلى يعقوب وبكده مقاصد الله ومشيئة الله إلى آخر كلها سقطت في الأرض طيب أولا أصحاح 27 قبل ما تقرأ 27 لابد أن أنت تكون قريت 25 و 26 لأن 25 و 26 هم بداية قصة يعقوب وعيسو و بداية فهمنا لحياة يعقوب وفهمنا لحياة عيسو أولا أولا لما نرجع إلى خليني أرجع إلى الجزء له هل خدع يعقوب ورفقة الرب وده الاتهام اللي هو بتهمه أن يعقوب ورفقة خدعوا الله بأنهم عملوا هذه الخدعة علشان يسرقوا البركة من إسحاء طبعا إحنا عارفين أن الكتال المؤدس بيسجل لنا كما يسجل لنا الكتال المؤدس نقاط القوة في الأشخاص يسجل لنا أيضا ضعفتهم ويسجل لنا أيضا أخطأهم ومحدش فينا أبدا بيبرر اللي عمله يعقوب ولا اللي عملته رفقة لكن أخطاء الإنسان وأفعال الإنسان اللي بيعملها بحرية كويس الله بيستخدمها لكيما يحقق مقاصده ومشئته وخطته التي لا تتغير أبدا فالله له مقاصد وله خطط هذه الخطط هتقوم يعني هتقوم والله لا يفاجأ بشر الإنسان ولا يفاجأ بأفعال الإنسان لكن الله يعلم الكل ويستخدم حتى شر الإنسان لتحقيق مقاصده يعني إيه الكلام ده كلام ده ونفهمه لما نرجع إلى بداية قصة إسحاق وبداية حياة يعقوب وحياة عيسو من البداية ربنا أحدد مصير كل واحد منهما من البداية رب تكلم عن حياة كل واحد فيهم من قبل أن يولد من البداية رب يعلم يعقوب هيعمل إيه وعيسو هيعمل إيه ومين الذي سيحمل البركة ومين اللي هيكون أساس لهذه البركة اللي بدأت بإبراهيم وهتكمل وكملت مع إسحاق وهتكمل أيضا مع واحد من أبناء إسحاق نقرأ كده في بداية تسجيل الوحي المقدس ليعقوب وعيسو لما اللي اتنين قبل ما يولد رفقة كانت عاقرة يقول الكتاب وصل إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرة فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها حاست أنه فيه جوه زي معركة ما بين التوأم اللي موجود في بطنها فقالت في بطنها فقالت إن كان هذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب رحت تفهم هو إيه اللي حاصل أنا حاسة أنه فيه يعني أمور غير عادية جوايا فقال لها الرب قال لكم النص اللي جاي لأنه ده بيقول لنا أنه إزاي الرب لا يفاجأ وإزاي أنه رب لا يخدع وإزاي أنه الرب قد حدد مصير كل واحد منهم طبعا هو لم يأتي إلى هذا النص ولم يتحدث عنه لكنه صعب عليه عيسو وابتدى يقول أنه القصة دي قصة خرافية فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير في بطنك أمتان من الشخصين وكهين ولما يكلم عن أمتان يعني بيكلم عن مستقبلهما الرب يعلم مستقبل كل منهما فيعقوب لا يمثل نفسه وعيسو لا يمثل نفسه لكنه يعقوب يمثل أمة وعيسو يمثل أمة وعشان كده الرب يعلم هذه الأشياء وقد حدد لكل منهما خطته ومشئته لكي ما يفعلها عشان كده يقول ومن أحشائك يفترق شعبان مش يعيشوا مع بعض هيفترقوا ويكون في بينهم صراع ويكون في بينهم خلاف أخين لكن أمتين هيفترقوا من بطنيك شعب يقوى على شعب يعني شعب هيبقى قوي وشعب الآخر هيبقى ضعيف وكبير خلوا بالكو يستعبد ليه لصغير كبير يستعبد لصغير حدد الكبير هيبقى مستقبله إيه وحدد الصغير هيبقى مستقبله إيه فالله لا يخضع الكتاب المؤدس لا يقدم الله في هذه الرواية على أنه قد خضع ولو تعبت نفسك شوية ما كنتش أبدا عملت الفيديو اللي أنت عملته ده إنك تتهمنا بإيماننا في تكوين 27 بإننا بلا عقول كويس؟ لكن الكتاب بيحدد لنا إنه الله يعلم كل شيء والله يعلم مستقبل كل واحد فيهم والرب حدد لكل واحد منهم مستقبله عيسو هو البكر عيسو هو البكر لي لأنه هو الخرج الأول ويعقوب ثم سمي يعقوب لأنه كان ممسكا بعقب عيسو كان عيز يزوء يخرج هو الأول لكن عيسو خرج الأول لكنه كان ممسكا بعقب أخيه لكنه خرج الثاني هو الأصغر فعيسو هو البكر ويعقوب هو الأصغر بحسب كلام الرب لرفقة يعقوب هو المختار لاستمرار بركة إبراهيم ده من قبل أن يولد من قبل أن يولد ومن قبل أن يفعل أي منهما خيرا وشرا الرب كان محدد لكل منهما مصيره يبقى يعقوب هو المختار لاستمرار بركة إبراهيم وإسحاك رفقة سمعت الكلام ده من الرب لما راحت للرب وقال لها أنه في بطنك أمتين ويفترق شعبان والكبير واحد منهما يقوى على الآخر وإنه الكبير يستعبد للصغير هي ما ننسيتش الكلام ده ولاد هالتنين بيكبروا قدام عينيها كانت ترى حياة كل واحد منهما ويترى مين اللي فيهم كويس اللي كل يوم بيؤكد إنه هو الشخص المختار رأيت ابنيها الاثنان يعيسو ويعقوب يكبران أمام عينيها رأت عيسو الذي أصبح رجل صيد عنيف كان شخص دموي عنيف رجل صيد رأته هو يرتبط بوثنيات عيسو ارتبط بأجنبيات رأته وهو يحتقر البكورية بأكلة رأيته وهو إنسان غير مسؤول رأيته وهو إنسان يستهزئ بحتى المكانة إنه كونه كبكر وعلى فكرة البكر مش لقب لكن البكر ده مسؤولية وامتياز البكر هو الشخص الذي ينوب عن الأسرة الشخص الذي يتحمل مسؤولية الأسرة الشخص الذي ينوب عن الآب الشخص الذي يصبح هو كبير الأسرة مرجع للأسرة الشخص الذي يتحمل مسؤولية المادية والروحية والاجتماعية للأسرة ده معنى البكرية هو احتقرها أنا أعمل بيها إيه؟ إيه المسؤولية لأنا أبقى مسؤولة عنها دي أنا مش عايزها احتقرها استهانا بها يقول الكتاب مستهينا وأكبر حاجة عملها عيسو كانت خطيته بإنه يرتبط بوثنيات كده يقول لنا الكتاب ولما كان عيسو ابنة أربعين سنة اتخذ زوجة يهودة يهودة ابنة بيري الحثي وبسمة ابنة أيلون الحثي فكانت مرارة نفس الإسحاق ورفقة ليه؟ لأنه وصيت الرب لإبراهيم والنسله أن لا يرتبط أحد منهما بأجنبيات بوثنيات لكنه عيسو في شره ارتبط مش بوحدة لكن باثنين والاثنين دول كانوا أساسا مرارة نفس الإسحاق ورفقة كانوا سبب ألم وانقسام في البيت وشد وخلاف واحدة من أساسيات العهد كويس هو عدم الارتباط بأجنبيات وثنيات وده الذي لم يفعله يعقوب لكن الذي فعله عيسو أنت صعب عليك عيسو لكن أنت أساسا ما أريدش قبل كده عن عيسو وما أريدش بعد كده عن عيسو اللي عمله عيسو جعله غير كف ليكون حامل البركة وهذا ما علمه الرب وقاله من قبل أن يولد عيسو أنه عيسو لن يكون كف ولن يحمل البركة ولن يكون هو المختار عشان كده يقول لنا الكتاب أنه رب أحب يعقوب اختار يعقوب قبل أن يولد ارتباط عيسو بأجنبيات وثنيات ليس أمر أسري يعني ما نقدرش نقول أسو ده أمر داخلي أسري المفروض أنه that's fine لا لا مش أمر مش it's fine وليس أمر مقبول بل هو كسر للعهد وعدم عدم تقدير لكلام الله ولأمر الرب الذي قاله من قبل الإبراهيم وأكده لإسحاق أنه لا يرتبط نسلك بأجنبيات لأنه ده مرتبط بمستقبل الأمة اليهودية اللي منها هتأتي البركة لجميع شعوب الأرض عندما يأتي يسوع المسيح المسيح المنتظر طيب نيجي إلى تكوين 27 تكوين 27 بيكلمني عن أنه أول ما بدأ إسحاق يفكر في أنه يبارك عيسو يقول لنا الكتاب حدث عندما أو لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني فقال له هانذا فقال إنني قد شخت ولست أعرف يومي ويوم وفاتي فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصايد لي صيدا واصنع لي أطعمها كما أحب ويتيني بيها لأكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت يبقى القصد بتاع إسحاق هو أنه يبارك عيسو إسحاق عمل غلط هذا الغلط هو أنه كان عنده تمييز بين أولاده نوع من التمييز بين أولاده البيت كان منقسم وده اللي بيقوله لنا الكتاب البيت كان فعلا منقسم يعقوب كان في صف رفقه وعيسو كان في صف إسحاق وكان هذا البيت منقسم لكن هذا الانقسام جوه البيت لا يمنع أبدا الرب من تحقيق مقصده حتى أخطاء الإنسان ربنا أيضا هيستخدمها لكي ما يحقق مشيئته ومقصده زي ما عمل مع إخوة يوسف عندما أساءوا إلى يوسف وصنعوا الشر إلى يوسف كويس الله لم يخطط لهذا الشر والله لم يضع يكون هذا الشر جزء من خطته لحياة أولاده لكن هذا الشر نتج عن الإنسان لكن الرب استخدم هذا الشر لبقاء ناسل ولحفظ حياة وهنا بيقول لنا الكتاب إنه آه إسحاق كان مكر ومقرر إنه يبارك عيسو رفقاء الأم التي تعلم جيدا أن عيسو هو سبب مرارة في البيت وأن عيسو ارتبط بأجنبيات وأن عيسو شخص عنيف وأن عيسو احتقر البكرية وأن عيسو شخص غير مسؤول رأت بحسب حكمتها البشرية إنه لا 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 البركة المفروض ما تروحش إلى عيسو البركة لازم تروح إلى يعقوب فعملت إيه؟ كتاب قال لنا أنها عملت خضعة عيسو كان مشهور أنه يعني مشعر شخص عنده شعر كثير وكثيف فعملت خضعة بحيث أنه يدخل يعقوب وهو لابس جلد معيز في شعر وكأنه عيسو ويدخل إلى أبيه ويقول له أنا جبت لك الأكل وعملت لك الصيدة اللي أنت عايزها فباركني يا أبي فبالتالي لما يبركه يأخذ هو البركة ولا يأخذها عيسو وعمل كده يعقوب سمع كلام أمه ودخل ويعيسو كان بيسطاد الصيد وهو دخل وجاب الأكل لأبو يعقوب دخل وجاب الأكل لأبو وقال له أنا جيت فقال له أنت جيت بدري يعني فقال له ربنا وفقني فقال له طيب تعال عشان أباركك فالمهم بعدما أكل فبيقول له تعال علشان أباركك فعسو فقال له يعني الملمس ملمس عيسو لكن الصوت صوت يعقوب لو كان أعمى لا يرى ولا يبصر لكنه بارك يعقوب ولما بارك يعقوب بارك يعقوب بهذه البركة لنأرجع ليه النص الكتابي علشان نقرام مع بعض نص الكتابي يقول لنا إيه هنا فدخل إلى أبيه اللي هو يعقوب وقال يا أبي فقال هنا ده من أنت يا ابني فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم إجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني فقال إن الرب قد يسر لي فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أأنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدى عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه وقال هل أنت هو ابن عيسو فقال أنا هو فقال قدم لي لأكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب فقال له إسحاق أبو تقدم وقبلني يا ابني فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال أنظر رائحة ابنك رائحة حق قد باركه رب فليعطيك الله من هذا السماء ومن دسم الأرض ومن كثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بني أمك ليكن لعنوك ملعنين ومباركوك مباركين دي البركة اللي باركوا بيها البركة دي كان مفروض ياخدها من عيسو لكن خدها يعقوب لكن هل يعقوب ضحك على الرب لا لأن الرب من البداية كان قرر مصير كل واحد من هما الله لم يوافق على الطريقة اللي خدع بيها يعقوب أبيه وعش كده لما نقرأ بعد كده نكتشف أنه الطريقة اللي تخدع بيها إسحاء يعقوب خدع بيها إسحاء يعقوب نفسه خدع مرات ومرات وكأن الكتاب بيقول لنا أنه ما يزرعه الإنسان يحصد أيضا لكن البركة دي هي بركة مزدوجة فيها حاجتين البركة دي هي بركة غنى وبركة قوة غنى وقوة الغنى بنجده لما يقول له فليعطيق الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ده الغنى الغنى الأرضي حنطة خمر أغنام بقر كل ده الغنى الأرضي وتسجد لك قبائل وكن سيدا لإخوتك وليسجد لك بانو أبوك القوة القوة لكن البركة دي أحباي اللي كان عايزت ديها لي عيسو رجعت لعيسو بعد لما يعقوب تقابل مع الرب وكأنه الأمر الذي سلب ويعقوب من أخيه ردوا ليه مرة تاني لما نقرأ في أصحاح ستة وتلاتين أو خمسة وتلاتين وستة وتلاتين لما تقابل يعقوب مع عيسو مرة تانية بعد عشرين سنة أنه أعطاه أغنام وبقر وغنى كثير جدا يعقوب أعطى عيسو رد ليه الغنى وفي نفس الوقت يعقوب سجد أيضا لعيسو القوة لكن دي ليست بركة العهد وعلى فكرة لما نقرأ لما جي عيسو لما جي عيسو إلى يعقوب وبكى بقى الأبوه وقال له ده أنا عيسو ابنك أخويا هو اللي دخل وهو اللي خدع عيسو لما قال الكلام ده لما نقرأ كده في عدد ستة وتلاتين فلعندما سمع عيسو كلام أبيه سرخ سرخة عظيمة كويس سرخة عظيمة ومر جدا وقال لأبي باركني أنا أيضا يا أبي فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك فقال ألا إن اسمه دعي عقوب فقد تعقبني الآن مرتين أخذ بكوريتي وده مش صح على فكرة لأنه هو اللي أعطاله بكوريته وهو ذا الآن قد أخذ بركتي ثم قال أما بقيت لي بركة فأجاب إسحاق وقال لعيسو إني قد جعلت سيدا لك ودفعت إليه أصنع عليك يا ابني فقال عيسو لك بركة واحدة فقال يا أبي باركني أنا أيضا ورفع صوته وبكى إلى آخر هذا الجزء لكن قبل كده لما إسحاق عرف إنه البركة أخذها يعقوب قال نعم ويكون مباركا بمعنى إنه ما ندمش إنه بارك يعقوب لكنه بارك يعقوب وقال نعم يكون مباركا لكن البركة دي ليست هي بركة العهد بركة العهد هيبارك بها ابن يعقوب في أصحح 28 وعش كده فكرة إن الله تخدع وفكرة إن الله ضحك عليه دي فكرة سورية يعني فكرة عبيطة جدا لإنسان لم يقرأ القصة من أولها لآخرها فالله لم يخدع رفقة لم تخدع الرب ويعقوب لم يخدع الرب لكن ده شر الإنسان ربنا استخدمه لتحقيق أولا مقصده اللي أحددها ليعقوب وحددها لعيسو عش كده لما نشوف الفيديو رقم أربعة وهو بيتريق على إنه زي القصة دي إنه فيها خداع لله خليونا نسمع الفيديو ده ونرجع نرد عليه فلما سمع عيسو الكلام صرخ وقال طيب باركني أنا أيضا يا أبي فقال له البركة خلصت أخوك نصب علي وأخذ البركة بتاعتك وكأن البركة دي حاجة مادية يعني كأنه زي ما كون سرع فلوسه وما بقاش عنده فلوس يدي التاني شي غريب فرد عيسو قال يعني خلاص مفيش بركة ليا طب دور كده ممكن تلاقي كمان شوية ولا حاجة دور تحت المخدة ما عندكش غير بركة واحدة ولا إيه ورفع عيسو صوته هو بك طبعا هو لا يفهم معنى البركة في الكتاب مادية ولا يعلم تعني إيه إنه الكبير يبارك الصغير بالزاد في الأباء وسفر التكوين البركة لا تعني إنه عندك حاجة لعبة هتديها لفلان ولا أن أنت عندك حاجة زيادة هتديها لشخص ما البركة هي إعلان نبوي عن مستقبل الإنسان يعني إيه كلام ده يعني يوم إبراهيم يبارك إسحاء فهي كلمات نبوية بيحدد بيها مستقبل الشخص فالبركة زي ما يعقوب بارك أولاده الإسنى عشر حدد أيضا مستقبل أولاده الإسنى عشر فالبركة ليست مجرد شوية لعبة الديوم لولادك هنا وهنا البركة هي إعلان نبوي عن مستقبل كل واحد منهم طيب خلونا ناخد مكلمة ونرجع نكمل مع بعض الأخت فيفيان فيريال أهلين أخي أشرف أخي أشرف أهلين أخي أخي سلام نعمة النسيح نعمة أخي 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 دكتور أشرف إنه هذا الداعي ليس فقط فقط عقلي لكن يقول الكتاب المقدس هلك شعبي من عدم المعرفة هو هاي الإصحاحات اللي حضرت بتقراها من الكتاب المقدس كلمة الله الحي الباطية من أبد أعتقد أعلم المستوان العقلي لأن المستوان العقلي هو في مطر الله وكان الله خير الماكرين وحر الآي والغلمان المخلدين في جنته والأرض مسطحة والجميل لمن الله عظم وتبنا كساه لحم وبين البعير فأعتقد هذا مستواه العقلي والفكري والروحي فهذه الأشياء أتعلم من مستواه فإحنا نسأل إنه الرب يرحمه ويفتح عقله وينور ويشرق بير المسيح في عقله وفي قلبه أشكراك أشرف الرب يباركك وحفظ عليك شكراً أخت فريال يعني هو هو بيقرأ الكتاب المؤدسة على فكرة ألو ألو أيوة أيوة معيك سلام سلام أهلاً وسهلاً ممكن طيب ممكن معنش بلا معنش بس على يعني اللي هما بيختفوا بقية النسحية على إيه أنا عارفهم كلهم محضركم مقلمة فيسبوك اللي هما اللي بيختفوا بقية النسحية اللي بيختفوا اللي بيختفوا بقية النسحية المختطفيات المختطفات أصدق أيضا أنا عارف كل اللي بيختفوهم ممكن معلاش إسمهم واحد واحد معلاش طيب ممكن بس ما مش هينفع دلوقتي لكن ممكن تبعتهم لنا على صفحة عبر الكتاب وإحنا هنحطهم على الصفحة أشكرك أشكرك يعني واحد عن اسم المكان مش شكرا شكرا لك فهو مش قادر يقرأ ما بعد وما قبل مش قادر يفهم مش حكيت مش قادر القصة أساسا لو قريتها من أولها لأخيرها أنت تطلع بالنتيجة دي لكن أنت لم تقرأ من الأول ولم تقرأ من الآخر على فكرة لما نرجع إلى نقطة مهمة أخرى شوفوا هنا في فكرة أنه وباركني وأنه ما فيش بركة موجودة تحت المخدة هي هو مش بيوزع بنبوني يعني عليهم البركات زي ما قلت هي أعلانات نبوية لمستقبل كل واحد منهم وده اللي قاله يعقوب لأولاده الاثنى عشر عندما حدد مستقبل كل واحد منهم وده اللي قاله موسى أيضا عندما أيضا بارك الأصباط الاثنى عشر قبل دخولهم أرض كان عين يحدد مستقبل كل واحد منهم فالبركة هي إعلان نبوي الله بيعلن من خلال الآباء سواء إبراهيم أو إصحاق أو يعقوب مستقبل الأمة ومستقبل الأصباط ومستقبل حياتهم كله عشان كده لما نقرأ البركات دي هي مش مجرد بس يعني زي ما احنا بنقول ربنا يبركك هي مش كده هي إعلانات نبوية وهنا إصحاق أعلن إعلانات نبوية متعلقة بابنه يعقوب ومتعلقة أيضا بابنه عيسو إصحاق لما بارك يعقوب مرجعش في البركة قال نفس الكلمات نعم ويكون مباركا مباركا قالها هنا في الجزء دوان يقول في عدد 33 وقال فمن هو الذي استاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجي وبركته نعم ويكون مباركا يعني أنا مش هرجع في كلامي أنا أعلنت البركة دي ليعقوب ولن أعود في البركة بتاعتي ما ندمش ما ندمش الحاجة التانية كمان لما نيجي إلى أصحاح 28 أو لما طبعا عيسو عارف كده اغتاز من أخوه وقال أنه أول ما أبويا أيموت أنا هانتقم من أخويا يعقوب فيعقوب قرر معرفة أنه أفضل حاجة لي والأمانه أنه يهرب وأنه يروح إلى خاله لبان فأصحاح 28 بقى يقول لنا إيه يقول لنا فدعى إصحاق يعقوب يبقى مين اللي دعى مين إصحاق هو اللي دعى يعقوب وباركه وباركه وأوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان أوعى تعمل نفس الخطأ اللي عمله عيسى أخوك عيسو أخوك أوعى تعمل نفس خطيئة عيسو لا تأخذ لك زوجة من بنات كنعان لي لأنه دي وصية الرب لكي ما يحفظ نسل إبراهيم طاهرا غير مختلط لكي ما يأتي منه المسيح 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 المخلص لا تأخذ لك زوجة من بنات كنعان قم اذهب إلى فدان رام إلى بيت بتقيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخي أمك والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهور من الشعوب ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لتارس أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم النص ده مهم جدا 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 وهكلم عنه إزاي إنه ده تحقيق للنبوة اللي قالها الرب لرفقه عن إسحاء وعن يعقوب وعن عيسو ناخد مكالمة أخرى الأخ جورج من مصر أهلان مساء نور هلو أبونا سحاء عطى بركة لإعقوب ومرضيش يدي لإعيسو بينما أنه وسابتك أبونا يعقوب عطى بركة لـ 12 سنة أبونا سحاء عطى بركة طب السود بس طب ممكن حضرتك تطفي التلفزيون أو توطيه لأنه اللي أنت بتقوله بيظهر في التلفزيون بعد شوية وبيعمل يعني دوشة ف وطي التلفزيون بس قولينا قولينا الفكرة اللي عايز تقولها أبونا أبونا عطى بركة لعيسو لعقوب ولما طلب عيسو رفض قاله أخوك هذا قاله ما فيش بركة ولا واحدة قاله لا خلاص ما فيش ولما أن يعقوب نفسه أعطى بركة للإسمة عشر كويس هرصفت بالكامل كويس ليه يعني ربنا ميد يعقوب عن سحاء في البركة كويس هو طبعا يعني ربنا أيضا بارك بارك عيسو عيسو بارك عيسو بأمة وربنا قال كده أن عيسو هيبقى أمة زي ما يعقوب هيبقى أمة عيسو هيبقى أيضا أمة كويس لكن اختيار الله لبركة إبراهيم كان ليعقوب والشخص اللي ربنا اختاره علشان يكمل ما بدأوا الرب مع إبراهيم واسحاك هو يعقوب الله الله لم يختار عيسو كويس لأنه دي رحمته أول حاجة أن الله بياختياره مبني على رحمته تاني حاجة لأنه عيسو أيضا حياته لم تكن حياة الأمانة والمسؤولية والطهارة زي ما كانت حياة يعقوب على الأقل من ناحية عدم ارتباطه بأجنبيات وثنيات كالكنعانيات كويس أجي إلى النقطة اللي أنا بتكلم عنها هنا أنه هنا بركة الرب لإسحاق بارك يعقوب وإسحاق لما بارك يعقوب في تكوين 28 باركه بحكتين باركه ببركة النسل وبركه ببركة الأرض البركتين دول ما يقدرش يعيسوا ياخدهم ليه لأنه دول البركتين المرتبطتين بيعهد الله مع إبراهيم عهد الله مع إبراهيم فيه ثلاث أمور مهمين فيه البركة فيه النسل وفيه أيضا الأرض الثلاث عناصر دول أنه الرب هيبارك نسله أنه يعطي له نسل وأنه الرب أيضا هيعطي له أرض كميراث كويس وأنه الرب هيجعله بركة للأمم لما جي إسحاق يبارك يعقوب باركه ببركة النسل وبركه ببركة أيضا الأرض الحكتين دول مهمين جدا أنه إسحاق بارك يعقوب بالبركة التي تخص عهد الله مع إبراهيم زي ما قال الرب قبل كده عن أنه الصغير يبقى أفضل من الكبير وكأن الله اختار يعقوب لكي ما يكون امتدادا لإبراهيم وعش كده يعقوب كان هو المختار ومن يعقوب أتى الأصباط الاثنى عشر اللي أسسوا لنا الأمة اليهودية ومن الاثنى عشر اختار الله صبت يهوزة الذي أتى منه يسوع المسيح المسيح المخلص المنتظر الذي تنبأت عنه كل كتب العهد الأديم ونبوات العهد الأديم فالله هنا لم يخطع عشو كده الفيديو رقم خمسة شوية ممكن نسمعه لأنه بيقالنا أنه الله خدع مين قالك أن الله خدع ومين اللي خدع الله الله لا يخدع الله يعلم المستقبل الله يعلم مستقبل كل الأشياء ومستقبل الأشخاص قبل أن يولد والله حدد فيما قصده كل أهدافه وخططه من قبل أن يولد الإنسان عشو كده خلونا نسمع فيديو رقم خمسة ونيجي نعلق عليه وأنا فعلا مش عارف إزاي إنسان عاقل يصدق الكلام ده طيب دلوقتي لو أنا بدعي ربنا وطلخبطت في كلامي فكده خلاص ربنا هيستجيب لللخبطة بتاعتي يعني لو عاوز أقول لواحد ربنا يوفأك وطلخبطت وقلت له ربنا يوقفك فأنا كده ربنا هيعمل إيه أنت متخيل كيمية عدم المنطقية اللي في القصة وكأن يعقوب لما تنكل وخدع إسحاق استطاع أيضا أن يخدع الله سبحانه وتعالى ورغم أن إسحاق قصده يعقوب لم يخدع الله أولا ده فهمك الخاطئ لأنك أنت ما أريتش أصحح 25 ولا 26 ولا أريت أصحح 28 أنت بنيت كل دوا على فهم خاطئ خدت الأصحح كده وتعطفت عيني مع عيسو وحكمت على أنه يعقوب خدع الله الله لا يخدع الله لا يخدع إلهنا لا يخدع إله الكتاب المؤدس الذي لا تعرفه أنت لا يخدع هو سيد التاريخ كله هو المتحكم في كل أحداث التاريخ هو الذي أيضا يستخدم شر الإنسان لكي يحقق مقاصده التي قصدها قبل قبل خلق الأزمنة الإله ده اللي أنت تتكلم عنه نحن ما نعرفوش ولو كنت أريد الكتاب المؤدس بفهم وبعقل ما كنتش أبدا تصل إلى هذا الكذب والإدعاء على إله الكتاب المؤدس كم الفيديو وخدع إسحاق استطاع أيضا أن يخدع الله سبحانه وتعالى ورغم أن إسحاق قصده أن يبرك عيسو لكن لأن يعقوب كان متنكر في هيئة عيسو فراحت البركة ليعقوب فعلا أنا مش عارف أو ليه ما تقولش حاجة يا ريتك ما تقولش حاجة لأنه في سكاتك يعني نعمة ليك يعني لأنك لم تحاول أن تفهم ولم تحاول أن تتعب نفسك وتقرى ما قبل وما بعد الفيديو الأخير اللي موجود فيه بقى الكونكلوجين اللي هو عايز يوصل إليه فخلونا نسمع الفيديو الأخير وأنا عندي تعليق سريع على هذا الفيديو قبل ما ينتهي البرنامج القصة الوحدها تصرخ أنا غير حقيقية أنا لست مقدسة أنا لم أحدث أنا مش عارف القصة الوحدها تصرخ الله يعلم السر واخت يعني سواني القصة الوحدها تصرخ إزاي أنت مين أنت علشان تحكم على القصة دي حقيقية ولا مش جير حقيقية حكمت عليها إزاي إيه المعايير اللي حكمت بيها عليها إنها مش دخلت معك إنك أنت ما فهمتهاش لأنك أنت ما قريتش ما قبل وما بعد صارت القصة تصرخ صارت القصة هي اللي بتقول أنا غير حقيقية معاش كده يعني فعلا أنا بستغرب أين عقلك يعني بتقول عمال تدرس مقرنة أين بقالك 14 سنة أنت أساسا ما قريتش حتى سفر تكوين كله على بعد طب نكمل الفيديو القصة الوحدها تصرخ أنا غير حقيقية بجد أنا لست مقدسة أنا لم أحدث الله يعلم السر وأخفى الله يعلم ما يريده إلا خاله لبان ما أريدش دوا وإنت جيت الدعي على أن القصة فيها خداع لربنا خطية يعقوب غير مبررة لكن مقاصد الله بالتم سواء بشر الإنسان أو بخير الإنسان كمل هو يعلم السر وأخفى الله يعلم ما يريده الإنسان قبل أن ينطق به الله لا يخدعه أحد كثير جدا من المسيحيين عقلاء لكن لا أدري كيف يصدقون هذا الكلام وكيف يؤمنون به وكيف يقدسونه فين العقول يا جماعة مش هتكلم أكتر من كده لكن أدعوكم لمراجعة أنفسكم فين العقول يا جماعة أنا مش هتكلم أكتر من كده هو بيقول لكن أدعوكم أدعوكم لإيه بقى نشوف الدعوة بتاعته الموضوع إما جنة أو نار ما فيوش زار سوائني أنهي جنة وأنهي نار الجنة اللي فيها سوري حور عين وجنس وخمر وأكل وشرب وغلمان مخلدون دي الجنة اللي انت رايح لها ربنا اللي شغال فيها قوات بس بيخدم على القاتلين والزناه وعلى كل من ارتكب وقتل وفجر نفسه إلى آخره دي الجنة اللي انت رايحها هنيئا لك بالجنة دي سدقني لو عرضتها يمكن على واحد خاطي عايش في البرات هيقولك أنا أزهئتي منها طيب نكمل نار ما فيوش زار هل ده يليق أن يكون كلام مقدس أو يكون كلام الله أكيد لا أدعوكم للإيمان بالإسلام طيب خلينا دعوكم بقى للإيمان بالإسلام طيب بما أنك انت عاقل أيهما تتبع يسوع أم محمد بما ده انت عاقل بقى انت العقل اللي فينا انت فلتت زمانك يعني اللي ما جاش أرى حد زيك قبل كده منت عاقل إحنا الغير عاقلين أيهما تتبع المنطق بيقول إيه العقل بيقول إيه تتبع محمد أم تتبع المسيح هحط قدامك بعض الحاجات المهمة الفروء وانت فكر فيها يسوع فتح عيون العمي ومحمد سمر عيون المبصرين يسوع أقام الموتى ومحمد قتل الأحياء أيهما تتبع يسوع شف اليد اليابسة والقدم المشلولة ومحمد قطعهم من خلاف يسوع شف العجوز المنحنية ومحمد شقها نصفين يسوع أبرأ نازفة الدم ومحمد أراقى الدماء أيهما تتبع يا عاقل المسيح بارك ومحمد لعن يسوع قال لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم ومحمد فاه هو بأرض الألفاظ المسيح غفر ومحمد انتقم المسيح رحم ومحمد رجم المسيح صفح ومحمد أدان المسيح خلق ومحمد كان مخلوق المسيح شق التاريخ ومحمد ادعى أنه شق القمر المسيح شف المرضى ومحمد قتل الأصحاء أيهما تتبع أيها العاقل المسيح منح ومحمد اقتسم المسيح تنازل ومحمد انتزع المسيح قال لا تشتهي ما ليس لك ومحمد غنم الأسلاب المسيح سالمة ومحمد حارب يسوع المسيح أيهما تتبع محمد أم المسيح المسيح جاء ليخدم ومحمد امتلك هو الخدام المسيح عطق ومحمد تاجر في البشر المسيح قال الله يدافع عنكم ومحمد قال دافعوا أنتم عن الله المسيح قال أحب أعداءكم ومحمد قال اقتلوهم المسيح كان يعز ويقول ويصنع خيرا ومحمد كان يهدد ويتوعد ويرعب الآخرين أيهما تتبعوا محمد أم المسيح إلى أن نلتقي بحلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم